نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعة اعتزام الدولة لاستغناء عن الآلاف الموظفين تزامنا مع التوسع في تطبيق التحول الرقمية وقد نفى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تلك الشائعة مؤكدا أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن وقد شدد الجهاز على أن التوسع في تطبيق التحول الرقمية يستهدف تطوير وتنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون المساس بأي حق من حقوقهم أو تسريحين منهم بهدف مواكبة التطور في أنماط العمل المستحدثة وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة